على الجانب الآخر أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزة الأمن المعنية من العثور على المركبة التي استقلها الإرهابي الذي فجر نفسه في حادث الاعتداء الآثم على جامع الإمام الصادق بمنطقة الصابر ظهر يوم أمس الجمعة وهي مركبة صالون يابانية الصنع كما تم إلقاء القبض على مالك المركبة التي استقلها الإرهابي إلى مكان الحادث والذي فر بها سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة ولتزال أجهزة الأمن تواصل جهودها لكشف ملابسات هذه القضية لمزيد من التفاصيل انضم لنا مباشرة عبر الهاتف العميد عادل أحمد الحشاش مدير إدارة الإعلام الأمن بوزارة الداخلية عميد عادل بداية ما هي آخر تطورات التحقيق في عملية التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق بيان وزارة الداخلية واضح في هذا المجال ألقيت القبض على مالك المركبة ولزالت التحريات جارية لمعرفة أيضا سائق الذي قام بعملية التفجير نعم نعم بداية مساء الخير من باب التواصل معقونا المواطنين وإطلاعهم أولا بأول على مجمعيات الجهود تبدل من قبل الأجزاء الأمنية المعنية كمتابعة هذه القضية الجهود متواصلة العمل ما زالت أوب ومستمر على مدار الساعة قبل القليل بدما تفضلت المدار في هناك بيان صدر من قبل وزارة الداخلية بضبط مالك المركبة اللي استقلها الانتحاري في الوصول إلى موقع الجامعة الصادق في منطقة الصوابر والسائق اللي استقلها طبعا في لحظة وصوله إلى هذا الموقع وبعد حدود التفجير حرب من هذا الموقع حتى نوضح النقطة أكثر مالك المركبة الآن تم القبض عليه بحقوق منه شريك في هذا الموضوع سائق اللي استقل لهذه المركبة برسقته الانتحاري نزل الانتحاري من الزيارة وفجر وهو هرب من موقع الحادث هرب من موقع التفجير مالك المركبة الآن هو يرحم التحقيق والقبض عليه وأيضا الاستدلال منه على كافة الجوارب متعلقة في هذه القضية بينما الأمور الأخرى جارية الآن التعاقب قبل أجهزة الأمنية المعنية في هذا الموضوع لكن عليد عادل سائق المركبة الذي أقل الإرهابي عفو لمقاطعة سائق المركبة الذي أقل الإرهابي لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من العثور عليه لا أنا الآن نتكلم عن مالك المركبة مالك المركبة هو الآن تم القبض عليه وهو الآن قيد التحقيق فقد الأجهزة الأممية المعنية سائق المركبة اللي استقل السيارة من مالك المركبة يعني مالك المركبة عطل السيارة واضح النقطة وبالتالي استقلها مع الإرهابي بجر وهو هرب الموقع الغاضية برمجر بجر لكي نوضحها أجر لقوان المواطنين لأن فيها صعوبة كبيرة جدا في الاستدلال على شخصية الانتحار لأن من قوة الانتحار ومن قوة المواجهة المتفجرة اللي كانت تحيط تدني أدحاء جسمه ضيعت كل المعالم المتعلقة بتحديد هويته وبالتالي الجهود الأممية الآن تتواصل في التواصل إلى كافة القيود اللي فعلا توصلنا إلى معرضة جافة في جوانب المتعلقة في هذه القضية اللي حذر بيين أن هذا مجرد بيان أولي مقتطب يشير إلى أن الجهود الأممية ماضية من الاتجاه الصحيح وأيضا استكمالا لهذه الجهود رح نتواصل إن شاء الله في البيانات أولا بأول حتى تكون الأمور واضحة لدى المواطنين ومعرفته بسير هذه الجهود أولا بأول حتى يكون على بيينة واضراع بجافة المجريات عميد عادل مقدرين جهودكم على رأسها معالي وزير الداخلية شيخ محمد الخالد شكرا لكم أنتم بالعين الساهرة نتمنى منكم التواصل معنا أولا بأول لإعطانا للصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع شكرا عميد عادل بيينة لأجه